أستاذ علاوي نبدأ من الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني مع جهات اقتصادية بعينها حيث ضم هذا الاجتماع كل من انتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف والهيئات والدوائر المالية الحكومية للضرائب والقمارك اجتماع يتي تعزيزا للدور الذي ذهب به الوفد العراقي إلى واشنطن كيف يمكن أن يعزز هذا الدور الحكومي السياسة المالية للبنك المركزية العراقي لما آلت إليه الأمور في الآونة الأخيرة فيما يخص الدولار مساء الخير عليك مساء الخير على المشاهدين الكرام أكيد هناك موضوع مرتبط بأن الحكومة العراقية تدير السياسة المالية وتعمل بالتنسيق على السياسة النقدية مع البنك المركز العراقي لكن يبقى كذلك البنك المركز العراقي لديه إدارة السياسة النقدية وأتوقع أن خطة السيد رئيس وزراء قد بدأت تعمل بمسارات متعددة سواء بسعر الصرف الجديد الذي صادق عليه بعد الدراسة التي قدمت من قبل البنك المركز العراقي وانتباع 130 ألف دينار للدولار وأن يكون هناك مسار قياسي لا يتجاوز 132 ألف دينار وبالتالي لمئة دولار وكذلك بالمقابل تأتي في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة كذلك للحكومة العراقية بعد مئة يوم من العمل المكتف للحكومة العراقية برئاسة الأستاذ محمد الشيع السوداني وبالتالي لقاءاته لقاءات مهمة مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصارف وكذلك بالمقابل المستفيدين من حركة الاقتصاد العراقي وأصحاب المصلحة في إدارة قطاعات الاقتصاد العراقي كانت المصارف والزراعة والصناعة والتجارة والنقل والمعلوماتية وتقنية المعلومات وغيرها من القطاعات الأخرى بالإضافة للمستثمرين العراقيين الذين يستثمرون أموالهم في مشاريع انتاجية وفي مشاريع اقتصادية وبالتالي لقاءات السيد رئيس الوزراء بوضع الجميع على طاولة واحدة من خلال الحكومة العراقية وكذلك بالمقابل حضور ممثلي وزارة المالية وكذلك الوزارات الأخرى حقيقة من أجل عملية تفكيك المشاكل التي واجهها القطاع الخاص وهو التزام سيادي من قبل السيد رئيس وزراء الاستاذ محمد الشاعر السوداني بإعطاء دور للقطاع الخاص من أن يكون شريكا للحكومة ويكون شريكا فعالا في إدارة الاقتصاد العراقي وهذا بالتالي تطور نوع الآن في السياسة الاقتصادية للحكومة العراقية من جهة وكذلك المسار الآخر وهو المسار الأساسي الذي تذهب إلي الحكومة باتجاه تشغيل قدرة قطاعات الاقتصاد العراقي وبالتالي دورة اقتصادية متكاملة للدينار العراقي وهذا بالتالي ما جعل خطوات الحكومة العراقية تذهب باتجاه عملية تصحيح المسار الاقتصادي وعملية وضع خطة شاملة للإصلاح بالإضافة كذلك إلى الدعم الكبير الذي تلقاه العراق من المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المؤسسات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنق الدولي وكذلك بالمقابل مسار الحوارات العراقية مع المؤسسات الأمريكية كان الابنق الفدرالي الأمريكي وكذلك وزارة الخزان الأمريكية وتوقع أن زيارة الوفد العراقي هي زيارة مهمة كذلك بإشراف السيد الرئيس وزراء وبقيادة السيد وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية وحققت نتائج مهمة وهذه النتائج المهمة ستنعكس كذلك على قوة الدينار العراقي من خلال الأجراءات التي اتباحها الدول العراقية نعم إذن ما الخطوات الحكومية اللاحقة لمعالجة ملف سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لا أكيد أولا أنه تحقيق سعر الاستقرار واضح جدا الآن أن الحكومة العراقية تسير باتجاهي وبالتالي عملية تسعير سعر الصرف الجديدة حقيقة ستعطي دورا كبيرا لحركة الدينار العراقي وحركة المشاريع الاقتصادية وكذلك الأوامر والتعليمات التي تذهب باتجاه حوكمة حركة النقد الأجنبي في العراق وفي مقدمة الدولار ومعرفة من هو المستفيد الأخير وكذلك بالمقابل الإصلاحات الاقتصادية إن كانت على الصعيد التشريعي أو التنفيذي أو كذلك حزمة القرارات التي تصدر من السيد رئيس الوزراء وكذلك الحكومة العراقية واجتماعات مجلس الوزراء إلى الجهات التنفيذية من أجل تسهيل وتسير حركة الاقتصاد العراقي وحركة المؤسسات الاقتصادية وخصصا للقطاع الخاص وكذلك المشاريع الاستثمارية والمستثمارين سيدة حسين حسين معلومتك كم سيأخذ هذا من وقت يعني الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع؟ لا ليس هناك وقت إذا تسمحي لي ليس هناك وقت أن نتكلم حقيقة عن أصدار هذه الأوامر ولكن بالمقابل عمليات قياس النمو قد يكون تحتاج إلى وقت كذلك توفير فرص العمل وحصول كذلك الشباب العراقيين المؤهلين للدخول إلى سوق العمل نحتاج إلى وقت من أجل قياسها وهذا ما يتم قياسها طبعا من خلال وسائل الإعلام وكذلك بالمقابل إلى أنه حركة الاقتصاد والحياة الاقتصادية العراقية التي الآن تؤشر بمؤشرات مهمة وجيدة وفعالة طيب بالحديث عن هذه المؤشرات سيد علاوي إذا نعود لأصل المشكلة نجد أن مسألة ارتفاع الدولار منذ تسلم السيد محمد الشاعر السوداني أتت بعد فرض عقوبات من قبل الفيدرال الأمريكي على بعض المصارف العراقية التي كانت تستحوذ على الدولار حلت هذه المشكلة ولو بشكل جزئي في هذه الأوقات لا لا ليس حلت إذا تسمح لي دعني أكمل السؤال وبعدها سأوصل لك الرسالة سيد علاوي تقارير اللي الآن قاعدت تصدر منكم أنه كأنه الأزمة ما زالت الأزمة ليست هناك الآن لها الجدور الكبيرة لكن بالمقابل عولجت من خلال سياسة تصلاح بتالي ما زالت دولار بالنسبة للبنك المركزي العراقي ب130 وفي الشارع ب150 دعني وصل للرسالة التي أريد أن وصلها إليك سيد علاوي رسالة من الكونغرس أو من النواب في الكونغرس الأمريكي اليوم يتحدثون للرئيس الأمريكي جو بايدن عن إمكانية فرض عقوبات جديدة على بنوك ومصارف عراقية لديها باع طويل في مسألة تهريب الدولار كيف يمكن أن ترد الحكومة العراقية على هكذا الدعوات؟ لا أشوفه إحنا ليس بصدد الرد الآن ولكن بصدد العمل الآن الوفد العراقي قد حقق اتصالات وحوارات متميزة في الولايات المتحدة الأمريكية في زيارته الآن في واشنطن سواء بلقائه بوزير الخارجية الأمريكي أو كذلك لقائه بوزارة الخزانة الأمريكية وكذلك بالمقابل البنك الفيدرالي الأمريكي وكذلك البنوك الدولية الأمريكية وكذلك بالمقابل لقائه بصندوق النقد الدولي وبالتالي شرح خطى الإصلاح الاقتصادي العراقي واتفاق كذلك ودعمها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا من قبل الرئيس بايدن الذي اتصل بسيد رئيس وزراء الاستاذ محمد الشيع السوداني قبل ذهاب الوفد ودعم حركة الوفد وكذلك حواره مع الحكومة العراقية وترحيبه بالوفد العراقي الذي زار الآن واشنطن وهو يعمل على لقاءات متعددة وكذلك بالمقابل فيما يخص الحوارات التي أجريت في تركيا بين البنك المركز العراقي وكذلك البنك الفدرالي الأمريكي وكذلك وزارة الخزانة الأمريكية أتوقع أنها أثمرت إلى النجاح الكبير الذي تحقق الآن بالزيارة للوفد العراقي الذي يقوده السيد وزير الخارجية وبإشراف السيد رئيس وزراء الاستاذ محمد الشيع السوداني وبالتالي عملية تفكيك هذه الأفكار والرؤى وكذلك بالمقابل التحديات التي مرت على الوضع الاقتصاد العراقي وخصوصا في مجال السياسة النقدية أتوقع أن العراق ماضي باتجاه المنصة الإلكترونية ماضي في عملية تعريف الزبون وماضي كذلك بحزم الإصلاح الاقتصادي واحدة والأخرى تصدر من قبل مجلس الوزراء وتصدر كذلك بالمقابل بحوار مع القطاع الخاص وهذا تحول حقيقة في القرار السياسي بأن يعطي مساحة ومجال للتفاعل والتعاطي مع القطاع الخاص العراقي وخصوصا المصرفي وكذلك بالمقابل من أجل حركة حقيقية للدينار العراقي وكذلك إيجاد وصناعة دور اقتصادية تتوازن مع أطلاق الموازنة الاتحادية خلال المراحل المقبلة بعد أن تكون مسودة ومن ثم تنتقل إلى البرلمان وتتحول كذلك إلى برامج تنفيذية على أرض الواقع من قبل المؤسسات التي ستنفذ هذه الموازنة على ضوء هذا النجاح الذي تفضلت به حضرتك هل ممكن أن نشهد أي أزمة مشابهة في المراحل المقبلة؟ وما الخطوات الأمريكية المتوقعة للتعامل مع الملف الاقتصادي الداخلي للإراق؟ لا أكيد الأزمات كل دولة تواجه أزمات وهناك أزمات حسب المدى الزمني لكن بالمقابل العراق اليوم يمتلك كتلة مالية كبيرة جدا وهذه الكتلة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وعائدات النفط العراقي وبالتالي يحاول العراق أن يستثمر هذه الأموال في المشاريع الكبرى وخصوصا في قطاع الكهرباء وهناك إرادة وتصميم كذلك من قبل الجانب الأمريكي في دعم العراق وهذا ما تحدث به سيد وزير الخارجية الأمريكي بصورة واضحة جدا أن يكون هناك دعم لقطاع الكهرباء وبالتالي الشركات الأمريكية كشركة جنرال كتريك قد توازي شركة سيمينز في عملية التقدم في مجال الكهرباء وهذا بالتالي ما يخفف الأثر ارتفاع درجات الحرارة والتغيير المناخ في الصيف حقيقة على المواطنين العراقين لأنه أولوية أساسية للحكومة العراقية وكذلك عمل مستمر ومستدام من قبل سيد رئيس وزراء مع وزارة الكهرباء وكذلك مع وزارة النفط وغيرها حقيقة من الوزارات الأخرى التي تعمل الآن على عملية جذب استثمارات كبيرة في هذا المجال وهذا بالتالي ما يحقق أو يخفف حقيقة حتى كله في الانتاج في الاقتصاد العراقي وبالتالي سيحرك قطاع الصناعة والصناعة التحويلية سيد علاوي المعالجات المعالية تحتاج أيضا إلى معالجات في السوق ارتفعت المواد معظم المواد في السوق اليوم ارتفعت مع ارتفاع الدولار مع تخفيض الدولار هل ستتم هناك عمليات رقابية لمسألة معالجة السوق في هذه المرحلة؟ يعني أكيد لا بد التجار العراقيين الآن أن يعيدوا تسعير هذه المواد وفقا لعملية تراجع أسعار الصرف العملة الأجنبية مقابل الدينار العراقي وكذلك النظر لحركة السوق وأتوقع أن السوق العراقية هي ماضية بهذا الاتجاه لكن يبقى تحتاج إلى وقت زمني من أجل كذلك بالمقابل متابعتها والحوار ما بين الوزارات التنفيذية المختصة والمشرفة على الاقتصاد العراقي وكذلك بالمقابل رجال الأعمال والشركات العراقية التي تعمل في السوق المحلية وحتى الشركات التي تورد هذه المواد إلى السوق العراقية تحتاج إلى وقت قصير ليس بالطويل لعملية استعادة حيوية السوق وإعادة التسعير وهذا بالتالي ما يرتبط في إطار تنشيط حركة الاقتصاد العراقي والسوق العراقي طيب إذن مستشار رئيس الوزراء السيد حسين علاوي شكرا جزيلا لانضمامك إلينا اشتركوا في القناة